ترجعنا من جديد في سبورميكس الجزء الأخير من حصتنا اليوم مع ملوين تيرجر ثابت القاهرة مختار دبوس وأحمد الصالحي نحكي عن مقابلات البطولة أحمد توقعنا بليل من الترجي جاءت حاجة في هذا الشعب لكن لا يوجد شيء فيها تقريبا فقط إشارة أن الحكام بشيكون يظل الطيف معتها بليل من تطعين حكام فقط عينة لجة التحكيم لأن الحكام نظل الطيف تقيت مقابلة الإطوال والترجي يساعد الطيف كل من أيمان إسماعيل ووائل الحناشي بينما سيكون جاء الساحباني حكام رأبة لماذا تفكرها؟ فمش تعليق فقط تعيين تعيين بوما ما يهبط البرح أرواي إسلام ليس دخلوا في مرحلة العبث كان كل جمعة فريقي هبط بياني على حكام مقبل ما يتعين أرواي إسلام بربي نقطة نظام سيد بيليل فوضي للتصلبية قال لي رأوا مش معقول يغادر ويخلي الكرسي فرخ؟ أحمد الصالحي أحمد الصالحي قال لك شوية انضباط لا ممكن أن تجيك مثل المكان ما تتهم الحصة تهم موضوع في الحصة يزمك تاخد في المكان لا توني اخذوها دريكت في الحصة تتهم الحصة تعطينيش مما لا عنواج بالتحف خلينا نقامل ونحكيه على بقية المقابلات متع الجولة قلت فم أقم ثالثة في الجولة هذي بين السياسيس والأولمبيد بيجي ماتش كبيرة بش يكون أحمد حكينا برشة على السياسيس الأسبوع يرى السياسيس بش نستنياهه بعد ما شفناه مشى لليبيا وجاءه كيفش بش يكون كيف شوره الفريقة سانتوس تحت ضغط كبير مع فريق محترم جدا متصدر بطولة الأولمبيد بيجي 16 نقطة سياسيس يحتل المرتبة السادسة مع التراجي والعمران 9 نقاط ثلاثة فردة مرتبة خلينا اخذ قراقتك أحمد ماتش كمان أنا والله قراعتي يا إسلام كان من المفروض أنا نخصص حي الزمني كبير للحديث على الأولمبيد بيجي متصدر الترتيب بل حتى الكلاس يكون متاع التراجي والنجم كان من المفروض أن نحطوا الشيء اللي يعمل فيه الولمبيد بيجي وفالور فريق يعني متصدر ترتيب البطولة عن جدارة وعن استحقاق ولا يتشكى من مظالم تحكمية لا عنده مكينة ألمية لا يعاونوا فيه الحكام لا شيء أنا بالنسبة لي أنا النادي سفيقسي باقي لتوى ملقاش الليكيليبر النادي سفيقسي ملقاش التوازنه متاعه ما جيتش هكي المباراة اللي مثلت انتلاقة حقيقية للنادي سفيقسي ويأخوا الفريق كثيقة في نفسه ويشد معناتها سكة الانتصارات بقي الأداء مازال متذبذب الملعبية أداء مرتقاش يعني إلى المستوى المطلوب تقريبا المدرب عنده أربع ولا خمسة شهر مع الفريق إلي طن مش نشوفه طابع لعب خاص بالنادي سفيقسي من المفروض أنت تحسن النتاج بتاع النادي سفيقسي لأنه المدرب تحت يده ومعناتها رسيد بشري ثري لكن هو مشكل مدرب النادي سفيقسي أنه حب يعمل عملية السقاط اللي كان يعمل فيه في بيترو واتليتيكو في النادي سفيقسي المشكلة هنا خنته الكاريتين تاني ملعبية نجح مع بيترو واتليتيكو في أنه يلعب طريقة تكتيكية معينة ويوظف ملعبية كميزة ما شوف ليش اللي شوفنا في بيترو وأحمد شوفنا فريقي شد كورة فريقي هاجم فريقي سنع اللعب فالسياس المشكل يا إسلام هي المشكل متاع فويرق في الإمكانيات مثال الملعبية الملعبية هو جيبه هو أشرف على جيبانه أي راه أنت تجيب ملعبي إسلامي نجم فما ملعبي كنت تنتظر منه حاجة من بعد ما ما تلقيه كنت تنتظر ملعبي بش يعطيك الأداة اللي أنت حاجتك به من بعد ما تخيب بظنك هذه رأي موجودة في كورة قدر مش بضرورة تنتدب ملعبية بش يكونوا في المستوى اللي أنت تنتظر فيه إن شاء الله معناتها نتمنى وأنه نادي سفيقسي معناتها يلقى ليروبير متاعه وتتحسن النتاج بتاعه باي فما برشة تعليق قاعد يتعاود أحمد حاول إيقاف السيد عبد العزيز المخلوفي رئيس نادي رئيس سفيقسي ما نحبوش نعطيه معلومة غالطة الأخبار جينا قبل الحصة شوية أنا اسألت شوية بش نقدم معلومة بكل احتراز معناه حتى يتم التعربط فيها سمعت اللي تم التحقيق معاه وروح أحمد يمكن عاش عندك معلومة أخرى وقال لي؟ معلومة اللي هو تم إيقافه نحاولو نثبت فيها أكثر نحبوش نعطيه أخبار غالطة خاصة موضوع حساس موضوع حساس وحنا ما ندخلوش في القضاء ما بصراحة أنه يكون رئيس نادي في مستوى سيد رشيد المخلوفي وإنسان عبد العزيز المخلوفي رشيد المخلوفي مدرب جزائد عبد العزيز المخلوفي يعني برجوعه برئاسه النادي سفيقسي الفريق عرف نوع من الاستقرار تحسوا عنده مشروع قاعد يبني عليه يبني فيه إن شاء الله معناتها ما يكونش الإيقاف متاعه عنده تداعيات على السير العادي والطبيعي إذا كان صح الإيقاف ديما بعد إذا كان صح الإيقاف خلط الأخبار جانا يطار وطاره ما تسللش الوقت حتى تبشينا حذر لي يا أحمد حذر لي وقتنا نبدأ ونحكيه عن القضاء لا نحذروش صفة المخلوفي نحكيه وليه تخلقين أنت اسمع قال إن شاء الله ما يكونش عادي قال إن شاء الله ما يكونش عادي بداعيات على السياسيات فهمتك أنا شنو تقصد أنا وقتلي رو إيقاف لو تعرف بعد ما يتم التحقيق معاه وتم استشارة النيابة العمومية رو لازم فهم دليلين وقراين للإيقاف أنا مش من السهل رو عابت نحيله حريته وتحطه في الإيقاف على خاطر حاجة بسيطة هذا أول ثاني حاجة رو موجودين بار شعبيات في الحبس نعم نعم موجودين بار شعبيات في الحبس وراء القاضاء هنا ما لازمش إذا كان مخالف للقانون بالوضعيات وسياسة الدولة اللي موجودين هو ضد الوحد مختار رو حمد أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا مختار رو حمد إذا كان وصلت النيابة أنت قلت بكل اقتراز لحظة مختار معنشة تفاصيل كبيرة على الموضوع نفضل ما نحكي وش فيه الحق خاطر إذا فقط نكتفيه إذا كان عامل السيد فهم القانوني إذا كان مش عامل إن شاء الله ربي خلص وحلو أنا قلت بكل اقتراز أنا قلت بصفة عامة أنا قلت ترى استشارة النيابة وتقول النيابة وقفوا السيدة ذاكة أنا وفهم مقراهين فيه تلي كونه لازمه أحنا ما دخلناش في القضاء قلنا معنشة بصراحة معنشة عملية إيقاف وزاد أخسارة للنادي السفاقسي معنشة أنسان جاءت رأس النادي حتى النادي على السكة يقود في مشروع أما إحنا لن نتدخل في القضاء إذا كان أذنب فهمت القضاء معنشة عملية إيقافة هنرجعون للمقابلة ثابت خاني أخو رايك في الزوز فراق النادي السفاقس والأولمبي الباجي أحمد ولو أنه قال لي أعطيوا وقت لأولمبي الباجي وإلى حكاية عاصية سياسة أكثر من حكاية على الأولمبي الباجي خاني أخو رايك حتى أنت شوية في الأولمبي الباجي السناء ظهر لي فريق قعد يقدم في كرة مزيانة برشة مع يامن الزلفاني وقبله كيف كيف حتى مع الكوتش اللي كانت قبله كيف شفتوا أولمبي الباجي السناء؟ أقبال لكم شاي نحب نحاية نصيف البايوي على العمل اللي قام بها مع الأولمبي الباجي كيف كيف توا يامن الزلفاني وأولمبي الباجي الحقيقة تعتبر مفاجأة البطولة وقت لتشوف المشاكل الكبيرة اللي بداباها أول السيزن الأولمبي الباجي من نقص الموارد كيف كيف كان يخوف برشة جميلة متاع الأولمبي الباجي لكن الحقيقة من المقابلة الأولى ضد النجم الرياضي الساحلي نتصوروا أنه هذيك الدفع الدفع المعنوي الكبير خاصة وقت اللي ترجع بفوز من أمام النجم الرياضي الساحلي في سوسا ذوك من غادي الحقيقة بدأت الأولمبي الباجي قدم فيه عروض كبيرة وإمنوا للعبية بأنفسهم كيف كيف الإطار للفني خدم خدمة كبيرة ونشوف كيف كيف الفريق الحقيقة حسب ريت أمام مستقبل القيبس يعني عنده عناصر اللي قادرة تعمل الديفيرونس أمام أي جامعية خاصة الحمري لحقيقة لعب ربيع الحمري لعب كبير برشة عنده فنيات كبيرة وقدر يقلق بمدافعين متاع أي فريق في البطولة التونسية حتى الريتم عجبني برشة واضحة وإنه الإطار الفني يشتغل على أفكار واضحة في الملعب عندهم برشة فليكسيبليتي في الوجهة متاعهم حتى في الخروج بالكرة يعرفوا شنو يعملوا بالضبط مفهمش شكل الخروج بالكرة المتسرع يعني ياخذوا وقتهم حتى في الخروج بالكرة وإنه الإطار الفني واضح وإنه يعني ما غيرش في نوعية اللعب كمل على نفس الأفكار متاع الإطار الفني اللي قابله وكيف كيف شوفوا حتى في المقابلة الإخرانية وقت يكون خاسر واحد سفر ومبعد يكمل ضد النادي الأفريقي ومنقوص النادي الأفريقي منقوص من اللاعب اللي يرجع في نتيجة يعني واحد ضد واحد توفى للمقابلة ما هيش حاجة سهلة أمام فريق كبير النادي الأفريقي والحضور والحقيقة كان كبير برشة في المقابلة هذيك بعد النادي سفاقسي المدرب يجب يعرف اللي لحقيقة ما عادش عنده برشة برشة فرص خاصة في المقابلة هذي المقابلة اللي بعد ومبعد بش يصير تريف عمتاع عشر أيام ظهر لي دونك سيلم ومو وأنه يثبت للجمهور المديرة متاع النادي السفاقسي اللي المدرب هذة ماشي فتنية صحيحة أوتر ومو لحقيقة ما شوف شوان المدرب بش يكمل مع النادي السفاقسي في الفترة القادمة عندي بعض المعلومات عنده فرصة متاع المقابلة هذي المقابلة اللي بعده سينو مش يصير البحث على البديل فراج عبداللوي للماتش مختل رابوس في مهمة صعيبة راو الحكم كي يمشي الجمعية انترقيمية كبيرة وتبدأ مش في أحسن نوقاتها راو حتى الحكم مش يتخلق عما كونه هاو راو صدق سين من الماتش اللي فات سي اس اس ذو اللي جرجيس أنا لقيقة عشرين دقيقة ضغط كبير مجمهور صدق بخبرته خرج من الماتش عادلة سي اس اس مطالبة بكاذي خرج من الماتش لحقيقة ما زال ممشيش السكة ما زالت لازم هو زادة شوية شوية تلعب له شوية ازهر وشوية ثقة في روحه منجحش في شوية مقابلات لكن كان يتيه الاربيتر هذي من الحكام الشبان السعودين واناكد لك فراج عبداللوي اللي اسم هي تذكره بالكداع عنده شخصية قوية برشا ما يتأثرش تو تفرجوا لي حاب يتفرج في ماتسي اس اس وبيجا تفرجوا في الحكم هذي رغم انه هو مش غريب عليها القطاع الخطر مكرم اللقام يجي خالو فراج عبداللوي يجي ولدوخ مكرم اللقام القطاع بشوية نصايح وكذا نجم الولاد فرصة راني نعود نقول الفرج والباسم والولاد اللي تم تعيينهم الكل معدالي زينترنسيونو راي فرصتكم وراوا اللي بشو غلط راوا ركزوا من اليوم راوا ما تراوا شي رايوا ذمائركم زفارتكم تكونوا قراب من الاكسيون الديزويت تكون نظيفة نظفوا الديزويت قد ما تنجموا كون قراراتكم صايبة استحفظوا على وراقكم راوا اللي بشيخوا فرصتوا اليوم بشيكون موجود لاخل الموسم مني مش بشيخوا وذي راوا اللجنة ذي في الموجودة خلنا اخلنا كل مكلمة على المقابلة غدوة الماتش اللي بشي تلعب غدوة الاخير اللي محكيناش عليه او باو ممزلت الاتحاد بن جردان مستاد باي خلاص لك على الاتحاد بن جردان مستاد وفوزوا على اتحاد تطاوين وعما جابت عادل من البرة عودت كما نقولوا للروح للملعبية سرتوها مع فخر دين قلبي اللي قاعد يلقى بشوية بشوية في الربير متاع الملعبية الملعب التونسي قاعد يكون فيرمي مع مهر كنزاري ثلاثة مقابلات فوز يظلموا بغابلة بزادة بشتكون صعبة تعرف ديمة دي بلاسمان وارضية الميدان بشتكون صعبة ان شاء الله اسلام الملعب التونسي يواصل ان تأجوا الاجابية كيف كيف الاتحاد الولادي بن جردان وكيما قلت لك ان شاء الله مبارت بش تكون صعبة على زوس فيراق وان شاء الله الاجدر هو يفوز مقابلت قدوة احمد العمران واسليمين في منع باردو بشتلعب العمران حبت تلعب ماتش في استاد متاحها لكن في الاخير بشتلعب في منعب الهايدي النايفر في باردو ان العمران ديما نصنفها من بين الانديا اللي تقلقت السناء وقاعدت قدم في مردود بها إلى جانب الملعب التونسي وباجة وجرجيس العمران تقريب كل ماتش حتى الماتشويات اللي اخسر فيهم الشبيبة كانت ممتازة لعبة كورة قدم جميلة رغم اللي معهم ما عندهم مش اجانب لكن ما همش قصرين قاعدين يكسبوا في النقاط قاعدين يقدموا فيه اداة به وفي المقابل سليمان رغم الجهود الكبيرة اللي قاعد يقوم بها المدرب برغم التحسن النسبي في الأداء لكن النتاج باقي ما همش قاعدة ماشية مع سليمان ما همش قاعدين يربحوا في الماتشويات اللي يجب يربحوه وانا انا اتصور شبيبة العمران مش مش تلقى حتى صعوبة بشتفوز المباراة هذه مختار كلمة على بقية تعينات على المقابلات حكينا شوية عن جنرال قبليك العمران وسليمان كنا جاسر بالعيد استاد وبنقردان أحمد ذوادي ايضا مقابلات الأخرين قروف القفصة وانتحاد طويل محمد علي قروية والجرجيس والسيابي أشرف الحركاتي الكل معدي أشرف والباقي الكل حسب رأي فرصتهم خصوصا باسم لازموا يكون فيرمي من الحكام اللي اللي هو محسوبة من أول ما تشويت عنده في الناسيونال اه اللي يورو شبيبة للاربيتر هذا ديسيزيون شبيبة لازموا يكون فيرمي ومع تشفى ما برشا وقت رو مع تشفى ما صغير في التحكيم لازموا السناع يدخلوا يكون فيرمي ولي موجود في الليست أمتاع اللجنة هذية كلها عادة نقول فرصتهم يجب أن يكونوا حاضرين يجب أن يعطيهم حقوق العبيد واللجنة نكدلك هذية ما عندهش يكون اسم كبير واسم صغير اللي يغلط لو بشيتكة مش قابلين حتى أربوع غلطة طوى ثابت قمة زادة في أسفل الجدول مش كبير بين قاوف القفصة دون حتى نقطة اتحاد تطويل اللي قبلها بتلافع نقاط فاللي ماتش مهم نتزوز في رق أسوأ حاجة تجمد سيفية اللي هم زوز تعاد صحيح نتصور ان القاوف القفصة سيلو مومو انه يكسب يكسب بثلاثة نقاط دونك سيلو مومو انه يكسب ثلاثة نقاط في مقابل تطويل الحقيقة تطويل كيف كيف يعيش مشاكل فنية كبيرة برشة ولو هنا الحقيقة نمن بالفكتيف متاع التطويل نتصور الحقيقة ما هوش يعني التموقع متاعه في أسفل الترتيب ما يعكس الفكتيف اللي عنده يعني قادر يحقق نتاج ما أفضل برشة ممكن ظروف المادية متاع اللي عاشها تطويل وظروف العامة في نادي غادي ما خلتش الملعبية يقدموا الأفضل بالنسبة لهم ما حسب مريض اللعبية حتى عندهم الملعبية الأجانب بمتاعهم لحقيقة كاليتي كبيرة برشة دونكن نتصور مع مرور الوقت انتحى التطويل ينجم يقدم ما أفضل على كل المستويات ما نتصور شوانا بيش تكون مقابلة سهلة بالنسبة للقواف القفصة اللي كيف كيف ممكن من أول موسم يعيش فيه ظروف خاصة شوية ممكن حسب مريض التطويل على مستوى الفني الحقيقة قدم أداء أفضل برشة من قواف القفصة مع مجيء المدرب صحيح ثم تطور في اللعب حتى في المقابلة ضد أولمبي البيجي كان يقدموا مقابلة ممتازة تطور خاصة على مستوى كيف رينا حتى في المقابلات السابقة كل القواف القفصة مشكلتها أول حتى في الحضور البدن الجهازي البدني متاعها بصراحة اللي بعيدة كل البعد على فريق في الربطة الأولى كيف كيف البلوك يكيب لاحظنا وأنه البلوك على خمسين متر خمسة أو أربعين متر اللي حاجة بشتخلي برشة فراغات للفرق المنافسة ومع بطء اللاعبين اللي هم مش حاضرين بدنين الفرق الكل كانت عاملت الفرق أمام قواف القفصة نقاط هذه كل خدمة عليها المدرب الحقيقة حاس مرينة في المقابلة الإخرانية كيف كيف بالنسبة للتطوين موني الراشد عثرة ثالثة بشتكون الحقيقة حاجة حاجة صعيبة برشة برشة عليه نتمنى إن شاء الله نشوفه مقابلة اللي نشوفه قوة في القفصة تحسن على المستوى الفني وكيف كيف تطوين مقابلة تعكس فريمون الإفكتيف اللي عندها نكمل ويخر ماتش مروين جرجيس واحدة من فاشئات البطولة السناء تستقبل السيابيه اللي سعيد بالنقطة اللي جابها من من رايتس قدام ترجير تونسي مقابلة منتظر زيدابين زوز في رق فرجوا كورة السناء أكيد زوز في رق عندهم صمع خاصة في البطولة التونسية نعرف الناس كل تتحدث على باجة وعلى السباقس وعلى تواز زيدة كيف كيف زيدة السيابيه ممكن اللي نشاهدناها جمع اللي فاتذة التراجي اللي قامت بمبارات كبيرة بصراحة مع سيمي القفسي ممكن نرى الماتش هذي متع السيابيه اليوم بش تزيد تكونفيرمي ماتش التراجي بتروح جرجيس لازمك تعمل ريكسيوم بعد تروح التراجي مش بش تقيق في غاديكة نرى ماتش صياب صعيب جرجيس بميدانة صعيبة ورينيت مشي تعمل دي بلاسمان في سبيقس خذت نقطة وربحة التراجي يظل حتى في أرضية الميدانة بتاع التراجي الجزيس مخسرت حتى مقابلة يظل زوز برقة ذوما مطالبين بالربح إن شاء الله كما قلت لك إسلام سيمي القفسي يكون فرمين بماتش الاسبيرانس وتراجي الجزيس ليس يكون زادة كيف كيف ويوصل في الترتيب البطولة من الأول بي نكمل وملخص توقع مفاجئة أحمد في الجولة والمتوقعين تائش والله أنا ما نتصورش بش تصير مفاجئة أما ننظر بش تتجاهل الكلاسيك وخاصة هل نعمل برونستيك للتفهمة تشويت الكبار هل نعم؟ شكاوتكم؟ باي هالفكرة نبدأ بماروين نعم أنا ماروين أول مرة أول مرة رأى ماروين راكش خايف خايفة ما عاد شكل للواحد لا لحق يقوم تعرف بي ريت سلي ماروين مش كل المشاكة تجال طرح ديريكت مبعاد كمسكت ماروين عطينا برونستيك اللي تولو التراج والله يبوه اللي طوال والتراجي شوهم عنا تشكون شيربحة مطبع ملاجم مريضي الساحي قديش؟ واحد بليش واحد بليش فابت واحد 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 أحمد السرح زيرو زيرو جميع التعادل تحسهم دي بليوماي سيا شوية مختاف اي انا حسب راي التراجي مش تكون قديش؟ مش تكون واحد بشي للتراجي يساعدك انتي في الكلاس مو يش داخلي سيعدك برونستيك؟ لا احكيلك سيعدك بخلص مو خدمتي او اليشان؟ موطيت الله طلع ابدا كل ما تعتليش حق بيردي خليني على فتا ها ولده ما تكلمش عليها مختار الكليب والمستيف مش بالعاطفة عطيني برونستيك ايو اه؟ لا لا مش بالعاطفة انا بالنسبة لي انا مش يكون اثنين بشي لنادي الفريقي مش بالعاطفة بالكلب احمد اثنين واحد لنادي الفريقي ثابت واحد سفر نادي الفريقي مروان صعيبة الحقيقة اتحاد المرادة المونستيري تروادي بلاسموه معانتها يعرف يلعب بالبرة وانت مصيف غادي موانا مصيف غادي والله عرفتك يا مروان لا اقول واحد 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 نكمل وما تشلقها البيجة والسي اس اس في طيب لمهين شوف الحقيقة اسلام مريت معانتها افكتيف تعباجة ممكن الراعة معانتها فما شانسة كبيرة يناجم يفوس على نادي الرياضي اسبيقسي من عرش الياكسلوسكو في اسبيقس يترجع اسلام على ثلاثة سنين الاخرانين فما ستة مقابلات اولمبي البيجي كان معانتها ما عنديش حق عندي كان متأكد منه مقوله متأكد متأكد بذولة ستة مقابلات الاخرانية لأولمبي البيجي ونادي الرياضي اسبيقسي نعطي النتيجة معاش وقت نتيجة انا اقول واحد واحد زادكي كنت تحكي قلت بيجا بيجربة تنجم تنجم تربع ما عطيتك نتيجة واحد واحد بيجي ثاب ماش في اسبيقس هو اثنين واحد سياس اس اس واحد بلاش السياس اس واحد بلاش الباشا دي ما راكس هم تحبت عملية كريمة ولا اي من صاحب ايه طريق لماذا عليك لماذا عليك ان انت من انحزوا مع الفرق لكم لدينا قاعدة جمال اذاك سحيا أعطيكم صحا اصيد الناس لكل شكرا انا احمد الصالح بارك الله وفيك مختار دابوس يا تيك صحا ايضا مروين تاج شكرا لك وثابة القانا تيك صحا على حضورك معنا شكرا لك لكل في الريجي عجمل تحييات